المتحدين إكراهات نظام المخزن خرج ضحايا سنوات الجمر والرصاص في المغرب إلى الشارع في وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط مطالبين بنفض الغبار عن قضيتهم التي طالها الكثير من الإقصاء والتهميش ضحايا الانتهاكات الإنسانية الجسيمة في المغرب منذ منتصف القرن الماضي احتجوا على حرمانهم من حقهم في التعويض والإدماج الاجتماعي من لدن الحكومات المتعاقبة التي أقصتهم بحجج واهية كإداعهم لملفاتهم خارج الآجال القانونية بداع وجودهم خارج التراب المغربي المحتجون من المعارضين السياسيين وصحافة المستقلة كانوا محل استهداف نظام المخزن طيلة عقود والذي أمعن في قمعهم وتعذيبهم من دون محاكمة قانونية عادلة ناهيك عن اعتقال بعضهم وإخفائهم قصرا ما تسبب في عاهات جسدية وصدمات نفسية مستدامة لجلهم اللجنة المغربية للحقيقة والكرامة طالبت السلطات المغربية بتقديم اعتذار رسمي وعلني عن الجرائم المرتكبة وإنصاف كافة ضحايا سنوات الجمر والرصاص وتعويضهم ماديا وإدماجهم اجتماعيا مع معاقبة المتورطين في تعذيبهم والإساءة لهم أسوة بما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعرف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1956 و 1999 في أوساط المعارضة والصحافة المستقلة في المغرب بسنوات الجمر والرصاص حيث شهدت هذه الفترة استهدافا للمعارضين وقمعا واعتقالات وإخفاءا قصريا ومحاكمات سرية وسجنا بدون محاكمة وتعذيبا في السجون ترجمة نانسي قنقر